هو فيه شوية إنجليزي كده من المدرسة فروحنا بقى نكسر في الألماني رحنا نكسر في الألماني لحد ما تعلمناه وسنة كنت بفهم وسنة ونص سنتين كنت بتكلم وتمام حبيتهم جدا اكتر نادي حسيت فيه ان انت جزء منه انت لعبت شتوتجرت لعبت بعد كده بلجيكا في جانت البلجيكي وبعدين ريزة سبورت التركي ده كان اخر نادي لعبت ولعبت في الأهلي شوية وفي الأهلي طبعا أكتر نادي بقى عموما حسيت انك مستريح أحمد صلاح حسني كلاعب هو الأفضل أداءا انت كنت مهاجب ان خرج الأهلي برا للخصة أفضل أداءا أكيد ما كانش في الأهلي لان انا في الأهلي ملحقتش هلعبت ست أو سبع مطشط شتوتجد طبعا شتوتجد لان انا رحت لهم صغير تربت على قديمهم تعلمت تعلمت لا كتير والله كتير أول تعلمت الالتزام أول حاجة تاني حاجة انه الألمان فو ضعف في الموضوع ده بيلعبوا لحد آخر ثانية مفيش حاجة أسمعها تغلبنا وبقية المطش نكمله عادي لا حتى لو خسرانيه هن هنموت نفسينا إن لو خسران ثلاثة صفر غير ثلاثة واحد غير ثلاثة اثنين عندهم كرامة وعيزة نفس في الموضوع ده جمدة جدا وبعدين هم يمكن على مدار السنين كلها ده بيثبت إن الدوري الألماني أو الفرق الألمانية بيلعبوا حد آخر ثانية أي فرقة في العالم بتلعب ألمان بتخافه الجون في ألمانيا أو برا مصر أحلى؟ الجون الجون اللي انت تهدفه الهدف أحلى ولا في مصر أحلى؟ لا ما فيش جون أحلى من انت تجيب جون في بلدك في وسط جمهورك والناس بتقول اسمك وتشجعك ما فيش حاجة ما فيش العيد كرة في العالم هيقولي غير كده يعني مسي نفسه اللي بيتعشق في برشلونة أكيد أكيد لما بيروح إلى أرجنتين ويعمل حاجة لبلده وجمهور بلده وأهله يشجعوه ده أعلى تكريم لي أي أن كان العيب خلينا نفتكر شوية أجوان كده لأحمد صلاح حسني عندما كان لاعبا محترفا ما بين مصر وبين أوروبا وفكرة انك تلتزم وفكرة ان انت وانت صغير وتروح وراح صغير جدا يعني وما كانش لسه فيه ناس شباب بيروحوا دلوقتي كل الشباب حلمهم انهم طبعا يحترف في الخارج نفتكر ونركع